أنا بروح للأستاذ عبدالعزيز المهندس حول العزيز المقبل مدينة دارة التخطيط البيئي والمرافق العامة بالهيئة العلية لفطول مدينة الرياض بس قبل أروحها مهندس أعطوني يا شباب صورة الرياض من فوق من الله خلونا نشوفها هذه صورة للرياض تظهر كذا تصحر باين فيها مهندس عبدالعزيز هل يليق هذا المنظر بعاصمة المملكة العربية السعودية وانتو كان الأمل فيكم عندكم تجارب رائعة كانت يعني زمان ما كملتوا فيها مدريش شغلتوا فيهش فضل نعم حياك الأخ سيد علي ورحب الضيوف الكرام والمشاهدين وإذن المستمعين طبعا الجميع يعلم أن المملكة العربية السعودية تقع في منطقة صحراوية برية ومناخها يعني عبارة عن مناخ يعني يندر فيها الهطول الأمطار وهي جافة فعملية الاستزراع أو أن تكون الغابات في المملكة العربية السعودية على هذه المعطيات يعتبر من الصعب خلنا نقول المعادلة الصعبة في توفيرها إلا أنه في الحقيقة في بعض الأنواع النبتات اللي تنمو في مدينة الرياض أو في منطقة الرياض هي ملائمة لبيئتنا وملائمة لطبيعة المنطقة مثل ما ذكر الأخوان اللي هو الغابة والأرض والطلح وكل جميع هذه الأشيار موجودة من سنين وتعيش وتعمر الحمد لله هناك عدد من الأشيار اللي تعتبر مناسبة فعلا الجميع اللي لاحظ خلال الفترة السابقة كان هناك الاحتطاب الجائر ونقص النمو في زراعة الأشيار أدى إلى تدهور دعنا نقول كمية الأشيار ونسبة الغطاء النباتي دعنا نقول على مستوى منطقة الرياض طبعا في منطقة الرياض الهيئة العليا التي تطبي بيديت الرياض تحت مظلة اللجنة العليا لإحماية البيئة بيديت الرياض قدمت استراتيجية إعادة الغطاء النباتي بالمنطقة للحفاظ على الأول شيء المناطق المحمية حفاظ على المناطق الطبيعية الحساسة اللي يندر وجود فيها بعض النواع النباتات وأيضا تسييجها وحمايتها من عفوا أقول كلها حساسة نعم لا لا في بعض المناطق البيئية حساسة على سبيل المثال روضة خريم على سبيل المثال روضة تنهاتي الأخرة فجميع هذه المناطق تم حمايتها وتم تسييجها عن طريق الأمانة منطقة الرياض عن طريق وزارة الزراعة عن طريق الهيئة العليا لإحماية الرياض كل حسب مهامة واختصاصة أيضا هناك توسع في أعمال اللي هو التشجير عندنا على سبيل المثال في داخل المدينة الحضرية في مدينة الرياض يخترقها وادي حنيفة الطبيعة البيئية الجميلة اللي موجودة اليوم في الوادي حنيفة تقبل إنها تضيف عليها الأشعار والطبيعة الخضراء والحمد لله وجدنا هناك إعادة نمو في المناطق الأودية ومجاري الشعبان بنمو من عدد كبير من الغطاء النباتي والحمد لله يعني خلال الفترة اللي راحت أضفنا عدد من الأشعار طبعا مثل ما ذكرتك طعمرك بالنسبة لي البرنامج عدد كبير من الغطاء النباتي حددت هذه المناطق الطبيعية حددت الأولويات حددت المواقع الحساسة أيضا آلية الاستزراع ما هو المطلوب من المجتمع في المساهمة معنا في أعمال التشجير